مبارح كولر كاللي تصريحات مهمة جدا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال انه سعيد جدا لان ماتش النهاردة حيشهد السماح بحضور الساعة الكاملة في بستاد من قبل الجمهور اللي احنا عارفين كويس جدا مدى اهميته هو جمهور عظيم قادر على تحريك الصخر ووجوده بيمنحنا الدوافع اللازمة لتحقيق الهدف المنشود ماتش النهاردة يعني حتكون مباراة النهاردة يعني حتكون خططية في المقام الاول وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في هذه البطولة وبالمناسبة برضو عايزين نرد على تصريحات مدرب سانداونز الغريبة نسبيا لما بيقول ان الاهلي بيشتكي من تحكيم وبيشتكي من توقيت لعب المباراة وحاجات زي كده يعني عجيب لأسباب كتير يعني وانت مش عايز بعد ما يعني لا يتم احتساب ضرب الجزاء صحيحة جدا يشوفها القاسي والداني يعني مليون في المية صحيحة ما نتكلمش وبعدين لأهلي من ناحية تانية لازم يحافظ على حقوقه وعشان كده هو يعني بطل افريقيا ب11 لقب دوري ابطال غير طبعا باقي البطولات يعني التفوق ده والتفرق ده والسيطرة والهيمنة دول مش جايين من فراغ مش يعني مش هبهياش حاجة وليدة اللحظة زائد ان فيه ناس برضو بتشوف ان يعني انه هو كانوا بيتبع اسطوب الحرب النفسية إنجاز التعبير فدي برضو نقطة لازم تتاخذ بالاعتبار اشتركوا في القناة